من جديد يعود الحديث في موضوع التجنيد الإلزامي حيث تشير مصادر نيابية إلى وجود توجه إلى إنضاج القانون ليكون بديلاً لقانون الحرس الوطني الذي ما يزال الخلاف يحول دون تشريعه أنا أصور والحل الأمثل بصراحة لاستيعاب كل أبناء الشعب العراقي ضمن فرق عسكرية هو التجنيد الإلزامي اللي يغنينا عن قانون الحرس الوطني هناك وجهة نظر لدى كثير من أعضاء مثل النواب أن التجنيد الإلزامي يحل محل الحرس الوطني وهذا هو الحل الأفضل وأثرت دعوات بعض النواب لإحياء نظام الخدمة العسكرية الإلزامية جدلاً كبيراً بين مؤيداً ومعارضاً فمنهم من يرى فيه أهمية لتذويب الاستفاف الطائفية وآخرون يعتقدون أنه سيؤدي إلى عسكرة المجتمع أنا أعتقد أن تشريع قانون الخدمة الإلزامية هو الحل الأسلم وأدعو الكتلة السياسية وأدعو المتظاهرين إلى تبني هذا المشروع وإلقاء قانون الحرس الوطني لأنه لا يصب في مصلحة العراق التجنيد الإلزامي والمكلفية سوف يأخذ طاقات الشباب وبالتالي يشغل الشباب نحن الآن في مرحلة بناء وأعمار لا نحتاج إلى مزيد من عسكرة المجتمع إعادة التجنيد الإلزامي عسكرة للمجتمع وبالتالي جعل الشباب إلهاء الشباب وأشغال الشباب بأمور وبقضايا لا تخدم الأهداف الوطنية وأفرزت الانتكاسة التي تعرضت لها البلاد بروز قوانين كالحرس الوطني وتجنيد الإلزامي لإسناد وإعادة هيكلية المؤسسة العسكرية تباين الأراء حول تفعيل قانون الخدمة الإلزامية قد يجعل منه قانونا ميتا قبل أن يولد لا سيما وإن قوانين مهمة ما يزال تشريعها يواجه المماطلة والتسويف من بغداد صالح طيب المدى